وينضم إلينا من جزيرة رودس اليونانية مراسل الغد عمر المنيري عمر الأجواء لديك في جزيرة رودس في ظل تصاعد التوتر في منطقة الشرق المتوسط وكذلك إصرار أردوغان في نفس الوقت على استمرار التنقيب نعم بالطبع الآن نحن هنا في هذه الجزيرة وجزيرة رودس إحدى الجزر الرئيسية بالنسبة لليونان وثاني أكبر جزيرة بعد جزيرة كريت وهذه السفن التركية إنما تبحث ما بين منطقتين جزيرة كريت وجزيرة رودس ولا ننسى أن هذه الجزر هي أقرب إلى الجنة لكن تصريحات ماكرو ستشجع الحكومة اليونانية التي اعترضت كثيرا وتستخدم الدبلوماسية فقط حتى هذه اللحظة في النقاش مع أردوغان ومع تركيا رغم أن هناك نوع من الاستنفار في الجنش والسواحل اليونانية حتى الآن لكن على الصعيد الداخلي هناك دبلوماسية كبيرة الآن رغم أنه استقال منذ يومين مستشار الأمن القومي بالنسبة ليونان لأنه صرح تصريح قال أن سفينة المسح التركية بالفعل في المياه الإقليمية اليونانية وهو ما لم يتقبله اليونانيون وتم إقالته بالفعل واعتذر بعد ذلك لكن هذا يشير إلى أن اليونان الآن تنتظر مثل هذه التصريحات الفرنسية فرنسا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تحركت بشكل مباشر وارسلت قطع بحرية وهناك طائرتين مقاتلتين على الأجواء اليونانية لمنع تطور هذا التصعيد من قبل القوات التركية والتي تصاحب سفينة المسح الجيولوجي الذي سيستمر حتى 23 من أغسطس المقبل هناك اجتماع سيكون للاتحاد الأوروبي في أول سبتمبر لكن حتى الآن اليونان ترى أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أي شيء يضغط به على تركيا وتركيا بالطبع نعلم أنها هي رأس حربة نيتو وأيضا اليونان من الدول العضاة في حلف النيتو لكن هذه التقاعص الأوروبي حتى الآن يزيد من القلق اليوناني تجاه ما يحدث في المياه الإقليمية بالنسبة لليونان نعم طيب عمر ماذا عن وضع المهاجرين مع إبعادهم القطع البحرية اليونانية ومع إصرار أردوغان استخدامهم كورقة ضغط على أوروبا نعم هذه الورقة التي نجح بالفعل أردوغان في تركيا أوروبا على مدار السنوات القليلة الماضية الآن هو يرسل بعض أو عدد مختلفة من المهاجرين عبر القوارب الملططية إلى تواحل الجزر اليونانية مثل ساحل رودس مثل ساحل جزيرة كريد تحاول القوات اليونانية أو البحرية اليونانية إبعاد هذه القوارب من الاقتراب من المياه الإقليمية اليونانية حتى لا تكون هناك مشكلة وتحاول أن تمنعهم من دخول المياه الإقليمية حتى لا يتم تطبيق القوانين الأوروبية بالسماح لهم بالدخول إلى أراضي اليونانية اليونان بالفعل تعاني الكثير بسبب المهاجرين تعاني الكثير بسبب ركولة الاقتصادية التي حدثت منذ 2008 لا تستطيع أن تستقبل المزيد من المهاجرين وهي دولة بالفعل تواجه أزمة اقتصادية كبيرة منذ أكثر من عشرة سنوات هذه ورقة الضغط التي استخدمها أردوغان على اليونان بمنها قريبة جدا من السواحل التركية هي ورقة تحاول اليونان تصعدها إلى الاتحاد الأوروبي لا ننسى أن ألمانيا هي أكثر الدول تعاونا مع أردوغان وأكثر الدول الأوروبية التي تستقبل المهاجرين السورية وما إلى ذلك هذه الورقة هناك تذكير من اليونانيين دائما على السوجيال ميديا لا ننسى أن تركيا واليونان كانوا متحالفين بين ألمانيا النازية وأن تركيا كانت تقف مع ألمانيا النازية وهو حليف قديم والآن تركيا تنصع إلى ما تقوله ألمانيا أو على الأقل تتشاور مع ألمانيا المشكلة هنا أن إذا كان هناك زيد من المهاجرين إلى الأراضي اليونانية سيزيد من المشاكل الأوروبية لأنها بوابة عبور إلى بقية الدول الأوروبية تقاعس الاتحاد الأوروبي سواء بالنسبة للتعامل مع المهاجرين والانصياع للضغوط التركية حتى الآن تركيا نجحت في ذلك تركيا تمارس هذه الأعمال الاستفزازية على الأقل والآن هي داخل المياه الإقليمية الدولية ليس لها مياه إقليمية في البحر المتوسط أو بحر إيجا الذي نقع فيه وهناك المراكب التي تريد التنقيب عن النفط والغاز في هذه المياه الإقليمية الدولية نعم مرسلنا عمر المنيري كنت معنا من جزيرة رودس اليونانية شكرا لك على كل هذه المعلومات